اهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا في يدي النافذة الجديدة على القيارة الاخبارية لاخر تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية لكن نبدأها بتطورات العلاقات الصينية الاوروبية حيث قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وان جي ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يوضح بشكل اكبر موقفه حيال الشراكة الاستراتيجية مع بكين وقال وان جي لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل على هامش اجتماعات رابطة اسيان في العاصمة الاندونيسية جاكرتا قال انه يتعين على الصين والاتحاد الاوروبي تعزيز الاتصالات ودعم الثقة المتبدلة وتعزيز التعاون لا تترددوا وحددوا موقفكم بوضوح من الشراكة معنا رسالة واضحة قالها كبير الدبلوماسيين الصينيين وان جي لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل كان لقاء الجانبين مهما وكاشفا على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق اسيا اسيان في العاصمة الاندونيسية جاكرتا كبير الدبلوماسيين الصينيين حاول دفع المسؤول الاوروبي الابرز الى وضع النقاط على الحروف في علاقات البلدين شراكة انفق ارتباط خاصة في ضوء ما تواتر اخيرا من تصريحات لقادة اوروبيين تطالب بتقليل الاعتماد على الصين بالنظر الى كونها منافسا قويا من وجهة نظرهم فضلا عن عدم ادانتها للعمليات الروسية في اوكرانيا من هذا المنطلق طلب وانج بتعزيز العلاقات بين الكيانين الكبيرين وتعزيز الاتصالات ودعم الثقة المتبادلة خاصة وان هذا العام يصادف الذكرى العشرين لاطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بيكينا وبروكسل جوزي بوريل حاول طمأنة بيكينا بتأكيده على ان الصين شرك مهم للاتحاد الاوروبي الذي يسعى لتطوير علاقة بناءة ومستقرة بين الجانبين مؤكدا في الوقت نفسه ان موقف بروكسل من مسألة تايوان لم يتغير وهو الالتزام بمبدأ صين واحدة لم يكتفي بوريل بذلك بل اشار الى ان الصين لاعب رئيس في مسرح السياسة العالمية ورحب بمبادراتها في مختلف الملفات تصريحات المسؤولين الصيني والاوروبي تؤكد وفقا لمراقبين انه رغم تضرب المواقف في الازمة الاوكرانية فان الجانبين سيحافظان على علاقتهما بك القضايا العالمية ما يجعل من دعوات فك الارتباط بينهما امرا مستحيلا اذا لمزيد من التحليل والقراءة حول هذه العلاقات ينضم ولينا من بيروت السيد علي محمود ريا مدير موقع الصين بعيون عربية والخبير في الشؤون الاسيوية السيد علي بعد التحية عند الحديث عن العلاقات الصينية الاوروبية هل ينبغي ان نقيم هذه العلاقات بشكل اجمالي ام نفصل محاور هذه العلاقات من ناحية تجارية من ناحية دبلوماسية من ناحية العسكرية يعني الحديث بشكل اجمالي عن العلاقات بين الصين والاتحاد الاوروبي ككل هو مهم جدا لان الصين والاتحاد الاوروبي شكلنا قواتين اقتصاديتين كبيرتين جدا وعاملين اساسيين في الاستقرار العالمي واستمرار ونمو التعاون التجاري بينهما يحقق استقرارا ليس فقط للاقتصاد الاوروبي او الاقتصاد الصيني بل يشكل استقرارا للاقتصاد العالمي ككل وخاصة في ظل التنافس الشديد بين الصين والولايات المتحدة الامريكية ما طلبه الصينيون خلال هذه القمة كان بشكل واضح ان يتخذ الاتحاد الاوروبي خطوات معلنة فيما يخص العلاقة مع الصين وخاصة ان الخطوات الاخيرة التي اتخذت كانت تشكل الكثير من نقاط الاستفهام على هذه العلاقة بين الاتحاد الاوروبي والصين انت تحدثت عن الولايات المتحدة وهي طرف ثالث في هذه العلاقة كيف يمكن للولايات المتحدة ان تؤثر عن العلاقات المباشرة بين الصين والاتحاد الاوروبي من الطبيعي ان تحاول الولايات المتحدة الامريكية تقطير وتحجيم العلاقة بين الصين والاتحاد الاوروبي وذلك لانها الخاصة الاكبر من هذه العلاقة يعني أن تعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين وحصول تبادلات تجارية كبرى بينهما يخفف من النفوذ والسطوة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي وكذلك يخفف من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على استعمال ورقة الاتحاد الأوروبي لبضغط على الصين والمعرفة أن الاقتصاد الأوروبي بشكل عام هو سوق قبير جدا للمنتجات الصينية وكذلك الصينيون مستفيدون بشكل مباشر من الاقتصاد الأوروبي والشركات الأوروبية تستفيد من الاتصاد الصيني الذي يمتلك كمية كبيرة من القدرة الشرائية طيب سفير الاتحاد الأوروبي في بيكين يقول منذ يومين أن المفاوضات التجارية بين بيكين والاتحاد الأوروبي قد فشلت خلال أربعة أعوام ماضية في تحقيق نتائج مرجوة على الأقل بالنسبة للاتحاد الأوروبي كيف يمكن لهذه العلاقة أن تتطور مستقبلا في ظل هذه الأوضاع وهذه الرؤية المتشائمة من قبل سفير الاتحاد الأوروبي في بيكين برأي أن الموضوع المشتبط بشكل أساسي بهذا الملف هو الملف الناحية السياسية يعني الاتحاد الأوروبي يريد وضع حدود لتأثير الصين اقتصاديا عليه بسبب منقفها من الأزمة الأوكرانية وعدم دخولها في صراع مباشر مع روسيا أو قطع علاقاتها بشكل مباشر مع روسيا هذا الموضوع يخيف الاتحاد الأوروبي ويجعله متشائما اقتصاديا مع العالم أنه إذا ترك الموضوع للاقتصاد فالاتحاد الأوروبي والصين كلاهما فائزان بشكل مباشر من العلاقات التجارية بينهما والدليل الأكبر أن الشركات الألمانية وهي من أقوى الدول الأوروبي اقتصاديا تعتمد بشكل مباشر ضمن سياستها للنمو في السنوات القادمة على السوق الصيني وهذا ما يؤكد أن العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي تجاريا هي علاقة رابح رابح وليس فقط مستفيد منها تفضل بالبقاء معي سيد علي الآن ينضم إلينا من مدريدة دكتور صلاح قراطة الخبير في العلاقات الدولية دكتور صلاح بعد التحية هناك طبعا لا شك أن هناك علاقات متبدلة علاقات تبدو وثيقة أو يؤمل أن تكون وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والصين لكن سفير الاتحاد الأوروبي في بيكين يقول أن هذه العلاقات قد فشلت في تحقيق نتائج مرجوة نتائج إيجابية خلال الأربع سنوات الماضية لماذا برأيك الاتحاد الأوروبي ينظر إلى هذه العلاقات أو إلى تطور هذه العلاقات بأنها فشلت خلال السنوات الماضية يبدو أن العلاقات لن تصل إلى المستوى المأمول رغم أن كل الفريقين يحتاج الآخر ويمكن أن يكون هناك بينهما نوع من التكامل ينتج عن التعاون لكن على يقين كامل إن لم تتحرر أوروبا من المظلة الأمريكية أو من الرؤية والإرادة الأمريكية ستكون إلى حد ما أسيرة لهذه الإرادة ومعروف أن أمريكا لها موقف مسبق من الصين وقد تزداد هذا الموقف تعقيدا من خلال الأمريكان عندما اعتقدوا ويحاولوا أن يسويقوا ويشيطنوا في آن معا أن الصين تقف مع روسيا في غزوها إلى أوكرانيا أو حربها في أوكرانيا أن الصين تبتعد الحريات أن الصين تبتعد الأقليات إلى ما هناك تحاول أمريكا دائما أن تأتي بمصالحها أولا ولو على حساب الآخرين وأخيرا المؤتمر الذي عقد لآسيان وانتهى مؤخرا كان الحضور الأمريكي والياباني واضح لجهة النيل من قناة الصين وعليه أيضا وجدنا أن وزير خارجية روسيا قد قال أن أمريكا تحاول أن تدفع بالأطلس إلى الهادي والهندي وهذا من شأنه أن يغير أو يؤثر على سياسات آسيان التي تنعو أو تتمنى أن تكون المنطقة هادئة بعيدة عن تجاذبات الجيوسياسية في كل حالات أؤكد أن المستويات المأمولة لم تتحقق إلا أنها يمكن أن تتطور الصين فيما يبدو أنها فاتحة أيديها وبعقل منفتح وقلب منشرح تحاول ذلك لكن الأوروبيون كما حدث معهم في علاقتهم مع أمريكا من خلال الأطلس والموقف المعلن من العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا قد تأذوا كثيرا معلومة أن طيب دكتور صلاح بحسابات الربح والخسارة من الخاسر الأكبر في هذه الرؤية المتشائمة على الأقل من ناحية الأوروبية للعلاقة التجارية على الأقل بين بكين والإتحاد أوروبي في السنوات الماضية سأذهب بعيدا وأعود سريعا لأقول لكم كان الغاز الروسي يتدفق إلى الدول الصناعية ومعظم الدول الأوروبية وضمن مواد الطاقة الأخرى النفط الخام وسوى وبالتالي عندما فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا لاحظنا أن نسبة البطالة ونسبة التضخم وإغلاق المعامل إلى ما هناك سيما في ألمانيا التي كانت تعتمد اعتمادا شفا كليا قد تأذت كثيرا 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 ولاحظنا الهرج والمرج الذي ضرب الشعوب في هذه المنطقة أقصد منطقة الأطلس في أوروبا معلومة سيد الكريم أن قبضة الاقتصاد هي من تطرق الأبواب المورقة أمام السياسات فتقديم المصالح ربما يجعل من السياسات أكثر انفراجا وأكثر دينامية الصين وأوروبا إن لم يستطع أن يصل إلى مكان التلاقي والتكامل فالمتأذي فعلا الأوروبيون مقارنة بما حدث معهم من خلال وقوفهم في السياق الأمريكي والأطلسي في فرض عقوباتهم على الروس إذا طبقنا هذا أو قصنا به فسنجد أنهم متضررون أكثر القرارة من الصين المفيدة الجغرافية مع الصين ملتقية المنتجات الصينية تغرق الأسواق سيما أنها تسمى مصنع العالم الصين قوة اقتصادية ضخمة عندها أمكانيات كذلك ضخمة على الأوروبيين أن يستفيدوا من هذه الإمكانيات وهذه الطاقات طبعا أنا لا أدعو إلى علاقات العلاقات مع الأمريكان فهذا مستحيل لكن أن يحددوا علاقاتهم على ضوء مصالحهم بشكل أكثر استقلالية فيما يبدو طيب أعود مرة أخرى إلى بيروت وسيد علي محمود ريا سيد علي قديما كان يقال أن الاقتصاد هو الذي يسير ويحرك السياسة هل هذه المعادلة من وجهة نظر العلاقات الصينية الأوروبية تغيرت الآن وأصبحت السياسة العلاقات الدولوماسية والسياسية وموقف الصين من الحرب الروسية الأوكرانية هي التي تحرك الاقتصاد دعني أقول أن المقولة صحيحة ولكن في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يعني عندما تكون الصين والولايات المتحدة الأمريكية علاقتهما الاقتصادية جيدة فسنعكس الموضوع على علاقتهما العسكرية والسياسية وغيرها وسينعكس الموضوع على علاقة الصين عندما تكون العلاقة جيدة بين الصين والولايات المتحدة ينعكس الموضوع على علاقة الصين الاقتصادية والسياسية والأمنية مع أوروبا أوروبا لا تتخذ قرارها بشكل مستقل ولا تستفيد من الحرية الممنوحة لها كدول مستقلة وكتكتر كامل ولا تدرس حتى مصالحها الخاصة هي تقوم بتنفيذ المصالح الأمريكية أو ما يمليه عليها أو ما يدفعه إليها الأمريكيين طيب دكتور محمود أو عفوا دكتور صلاحة قراطة من مدريد ما هي محددات ما هو الحد الأدنى التي تقبل به أوروبا من هذه العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي بعيدا عن الموقف الأمريكي يفترض أن ترفع يدها أو تكون موضوعية في علاقاتها أمريكا مع الصين ومع أوروبا في آل معان ولا يفترض بحال من الأحوال أن تكون أوروبا بهذه الطواعية أو الطوعية مع المواقف السياسية الأمريكية من المنطقة سيما أن أمريكا لها موقف كما كنت قد أسفت منذ لحظات موقف واضح بين من الصين وتحاول سافقا كانت تحتوائها إلا أنها الآن تمضي في اتجاه المواجهة سيما أن بلينكين يوم أول أمس أعتقد في مؤتمر روزرق أسيان كان قد قال نائلا من مكانة الصين أو غامزا من قناتها أن أمريكا لن تقبل بالإكراه وهو يريد أن يقول أن الصين تمارس بعض الضغوطات على هذه الدول في حين الواقع ليس لهذه الدرجة صحيحة الصين لها مطاعمة أكثر في بحر الصين الجنوبي قد تتضايق منه الفلبين قد تتضايق منه دول أخرى لكن ليس في المستوى الذي تستثمر به أمريكا يعني مؤخرا عقدة اتفاقية سميت المبادرة الأمريكية التايوانية في التجارة هذا شكل من أشكال الابتزاز والاستفزاز للصينيين سيما أنه يتناقض مع مقولة الأمريكان التي يطلقونها كيفما اتفق لكنها يبدو خوية المضامين أن الصين واحدة هم بشكل أو بآخر يحاولون أن يدفعوا بالعتاد العسكري بالدعم الزائد إلى تايوان في منح أن تستقل هذه الجزيرة رغم عدم إقرارهم بذلك على نان أن تستقل عن الصين والصين تعتبر هذا خط أحمر أو خطر قومي صيني في كل السياقات أمريكا تدفع بأساطيلها تحرك بوارجها في مضيق تايوان في حركات استعراضية والاستفزازية بالمقابل إن عدنا إلى فترة ليست بالباعدة أعتقد من فترة وجهزة جدا كان هناك ممكن أن يكون هناك تصادم بين سفينة صينية وسواها أمريكية في هذا المضيق وربما قد اشتعلت المنطقة في كل الحالات أنا أبني على مقولة الشقيه من الطازة بنفسه والسعيد من الطازة بغيره أعتقد تايوان كانت قد تعلمت درسا مفيدا جدا جدا مما حدث في أوكرانيا وعليها تريد أن تبقى على ما هي عليه دون ما تدمير فيما لو كانت قد دخلت بالفلك الأمريكي أو صارت في الركب الأمريكي أنا أبني على فوز أحد الأحزاب غابسوا عن بالي الآن الذي ينادي ينادي بحكم ذاتي حقيقي ترتبط به تايوان مع الصين على مبدأ هون كونغ وإذا فكرنا بالعلاقة الصينية مع هون كونغ نراها علاقة نامية محترمة كلا الطرفين يعيش حياته السياسي لم تخلو أيضا من المشكلات قبل عامين كانت هناك أيضا مشكلة في هون كونغ ضد الصين وحتى حينها ربما يعني يعدي لي سيد علي كانت هناك أيضا قوات صينية دخلت إلى هون كونغ وربما بناء على تظاهرات في هذه المدينة رسميا هي طبعا مدينة صينية لكن لا حكم ذاتي علاقة خاصة مع الصين طيب سيد علي إذا كانت الصين تقول أنها منفتحة في كل المفاوضات التجارية واقتصادية وسياسية مع أي طرف آخر سواء مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو روسيا أو حتى المنطقة العربية لماذا لا تبدي بكين مرونة أكبر في التعامل مع الاتحاد الأوروبي نحن نرى أصلا بشكل أساسي أن الصين تبدي مرونة بالحديث مع كل الدول وتطلب التحور والجلوس على طاولة الحوار مع كل الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي والصيني يعلم بشكل واضح ودون ريب أن علاقتهم مع الاتصاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هي علاقة مفيدة جدا للصينيين وهي علاقة تؤمن للصينيين أسواق كبرى وتؤمن لهم استثمارات في الأسواق الخاصة به وعليه فإن الصينيين يدفعون لتحسين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ويطلبون من الاتحاد الأوروبي عرض مخاوفه الخاصة وليس المخاوف الأمريكية نحن مثلا لا نرى حديث أوروبي عن الاستخبارات الصينية والتجسس الصناعي واستعمال الاتصالات للتجسس وغيرها إلا عندما تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية تتحدثون عنه في الولايات المتحدة الأمريكية ليلا نجدهم ثاني يوم صباح يتحدثون عنه في أوروبا وهذا ما يؤكد أن من يؤثر بشكل مباشر على العلاقات الصينية الأوروبية ومن لا يريد لهذه العلاقات أن تكون مميزة وناجحة بشكل أساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد الصين ليس فقط في الموضوع الأوروبي حتى كما ذكر الدكتور في موضوع دول الأسيان تحاول بشكل كبير جدا أن تحول الأزمة الموجودة هناك أزمة موجودة في بحر الصين الجنوبي أن تحولها إلى أزمة كبرى وأن تجعل هذه الأزمة تضغط على العلاقات الاقتصادية المميزة من الصين نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد علي محمود ريا مدير موقع الصين بعونة عربية والخبير في الشؤون الأسيوية على أية حال شكرا جزيلا له كان معنا من العاصمة اللبنانية بيروت شكرا جزيلا وأود مرة أخرى إلى مدريد ودكتور سلاح كراطة الخبير في علاقات الدولية دكتور سلاح وبالترحيب بك يبدو أن العلاقات تبدو متوترة الآن على أقل من نحية الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي هل يمكن مستقبلا خلال العام القادم كما يقول سفير اتحاد الأوروبي في بكين أنه لربما يكون في العام القادم مفاوضات أكبر وعلى مستوى أعلى بين الطرفين ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن يكون هناك اتفاق اقتصادي وتجاري متبادل بين الطرفين هل تتوقع؟ هذا ما يسعى إليه الطرفان وهما محقان سيما أن التبادل الاقتصادي إن كان ديناميا مريحا سيستفيد منه كل الفرقة وهذه حقيقة يجب أن نبني عليها لكني أقول للأسف لا نستطيع أن نتحدث عن أوروبا كاتحاد المستقل بقدر ما هو ذو علاقات يتم وضع تحت خطوط حمراء مع أمريكا أمريكا تمارس حربا باردة يا سادة على الصين يكن بعلم السادة المشاهدون صديقي السنة الماضية عام 2022 كان حجم الاستثمارات الحرة الخارجية في الصين وصل إلى 100 مليار دولار نحن الآن على أبواب الشهر الثامن نجد أن هذه الاستثمارات تراجعت في شكل مرعب وصلت أقصى إلى 20 مليار دولار أمريكا تحاول أن تضغط على الصين بكل السياقات بكل الإمكانيات السياسية المجتمعية الاقتصادية إلى ما هناك وتحاول أيضا أن تضع في جعبتها أوروبا أو دول الاتحاد الأوروبي لتكون في ذات السياقات لجهة التعاطي مع الصين في حين بهذه الحالة سنجد أن الأمريكان هم المستفيدون لكن الأوروبيين أقل استفادة وكذلك الصين ستكون متضررة في كل الحالات لا بد من استقلالية قرار سياسي واقتصادي عن أمريكا حتى تمضي الأمور إيجابا في العلاقات الصينية الأوروبية أولا أعتقد يوم الخميس بالليل كان هناك لقاء طويل بين وزير خارجية أمريكا ونظره الصيني في حينه قال الوزير الأمريكي أن أمريكا جادة بمحاسبة الهكر واتهم الصين صراحة بأنها هي من دعم هذا الهكر الذي دخل على حسابات بعض الشركات الأمريكية أو مواقع الحكومي الأمريكي وكانك دكتور صلاح تلقي بالمسؤولية على الإتحاد الأوروبي أكثر من المسؤولية على الصين عفوا لم أتبع السؤال يعني كانك تلقي بالمسؤولية مسؤولية فشل هذه المفاوضات والعلاقة التي يراها الإتحاد الأوروبي بأنها أقل من المتوقع بينه وبين بيكين على الاتحاد أوروبي أكثر من الصين أنا أنظر بحساسية وبترقب إلى التبعية الأوروبية التي بدت واضحة جدا لا يمكن توريتها أو المواربة في الحديث عنها من خلال الحرب الدائرة في شرق القرى الأوروبية الأوروبيون تضرروا كثيرا 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 حتى معاملهم إلى حد ما تراجعت فيها العمالة تراجع فيها الإنتاج ارتفعت التكاليف كل ما يتعلق بالجور والرواتب ومن شأنها أن يحيا به الإنسان كان في مكان غير مريح لو كانت أوروبا كما يدعو الرئيس فرنسي دائما إلى قوة عسكرية خاصة بأوروبا بعيدة عن الأطلسي أو بعيدة عن الأمريكان ربما تشعر أوروبا بالاستقلالية وإن استقلت سياسيا فهي ستكون أقوى اقتصاديا وحتما أنا أؤكد أني ألقي باللوم على الأوروبيين أكثر من الصين فالصين تتحرك وفق مصالحها وكل ما تصرحه أو نراه من خلالها يد منذود وقلب منفتحه شكرا جزيلا دكتور صراح قراطة الخبير في علاقات الدولية كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد شكرا جزيلا أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية تنظمها الصين في بحر اليابان ولم تحدد بكين موعدا لهذه التدريبات إلا أنها قالت أنها ستكون في المستقبل القريب وأشارت إلى أن هذه التدريبات تجرى وفقا لخطة التعاون السنوية بين الجانبين وتركز التدريبات على كيفية الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية وزيادة التفاعل بين القوات الصينية ونظيرتها الروسية تأكيدا على تنمي العلاقات العسكرية بين بكين وموسكو أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية تنظمها الصين في بحر اليابان ولم تحدد بكين توقيتا لهذه التدريبات إلا أنها أشارت إلى أنها ستكون في المستقبل القريب وبحسب بايان صادر في بكين فإن هذه التدريبات تأتي وفقا لخطة التعاون السنوية بين قوات البلدين حيث من المقرر أن تشارك موسكو بقوات بحرية وجوية في تدريب يطلق عليه الشمال التفاعل الفين ثلاثة وعشرين تنظمه قيادة المسلح الشمالي في جيش التحرير الشعبي في الجزء الأوسط من بحر اليابان الهدف من التدريبات وفقا للبيان الصيني وتحسين التفاعل الاستراتيجي بين الجانبين فضلا عند عزيز قدرة البلدين للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والاستجابة للتحديات المختلفة خصوصا في مجال الأمن مشاركة موسكو في هذه التدريبات خطوة تحاول من خلالها موسكو أن تثبت أن لديها ما يكفي من القوة للمشاركة في تدريبات خارجية رغم عملياتها العسكريات في أوكرانيا الدكتور محمود الأفندي الباحث في العلاقات الروسية أو في الشؤون الروسية نضم ولينا مباشرة من عاصمة روسية موسكو الدكتور الأفندي أهلا بك في القاهرة الإخبارية هل يمكن أن نضع هذه التدريبات في سياق أبعد وأكبر من كونها تدريبات عسكرية مشتركة تتم سنويا بين الجانبين أهلا وسهلا طبعا فينا نضع أبعد بتسوية منها كبعد تدريبي أو كبعد مناورة كنوية لأن ما يحصل الآن هناك حرب يعني هناك حرب عالمية الثالثة موجودة في أوكرانيا ولكن بالوكالي وليس بواسل مواجهة مباشرة واحتلال مواجهة المباشرة أصبح قريبا وخصوصا بعد المعارات روسيا أن استخدام الأسطاعات هذا سيؤدي إلى حرب عالمية ثاسة بمواجهة مباشرة أن روسيا ستخطف هذه التائنات في المطارات التي تتخلع بها ونعلم أن المطارات تتخلع منها هي مطارات تبعات لحيث النافذ لذلك أبدأ التحضير فعلا في حرب عالمية هناك تحضير الحرب عالمية كانت في حال أن نواسطه قررت أن تزود أو تسمع تزويد أوكرانيا بأسطاع يعني الأسطاعات قادرة على حمل صواريخ نووية وأكسح نووية روسيا لنظر تنتظر حتى تنطلق الأراضيات ستمتع ببرد هذه المطارات لذلك الآن كل التحضيرات العسكرية عن طريق البحار عن طريق الخلفاء ونعلم زينا روسيا يعني الصين تعلم جيدا أنها هي الهدف المباشرة بعد روسيا لذلك هناك تشريح بين السرطين لإذا حدثت مواجهة مباشرة يتحضير الحرب عالمية تاتية نعم الحرب عالمية تاتية أن تكون نووية لكي أن تكون بأسلحة نارية يعني أن تكون بأسلحة نارية لذلك يمكن استحضر من نووية وربما بيننا في استحضر من نووي لأنه ليس هناك دول يويها التحضير في هذه المنطقة لذلك نرى نوعا مواجهات يعني هو التحضير من مواجهات الباشرة أسع أصلا هنا المشكلة تقبل عند واشنطن هل تتقرر واصلتم بالسماح أم لا تقرر بالسماح أعتقد أن رسالتكم في أصلاحات واضحة وهذه المناورات ضمن هذه الرسائل يعني خلالكم وقعين المناورات كل شيء يحدث الآن على خلفية الحرب الأوكرانية هي تحضير كل رسائل يطلق سائل إلى الآخر لمن يصنع أعتقد أن الأمريكاء الثهبوا الآن هنا في حالة في حالة تزليد أوكرانيا بهذا الموح والسماح لأوكرانيا باستخدام مطاراتها ومطارات حلق الناتو وهذه الدفاعية في الحرب الأوكرانية أعتقد أن رسالة المطلق واليوم أيضا رسالة الموصية وغدر سنة رسالة أخرى بمناوات أخرى كل رسائل تم رسالة يعني دكتور محمود أنت وضعت هذه التدريبات في السياق أبعد كثيرا مما كنا نتحدث عنه بشأن التدريبات العسكرية مشتركة بين الطرفين لكن كما تعلم هذه ليست المرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي يجري الطرفان تدريبات عسكرية مشتركة هل هناك أو هل ثمت رسائل مختلفة عن تلك التي أجريت قبل أشهر بين الطرفين يعني خلينا في الواقع يعني كسرة المناورات مناورات يعني يعني يمثل يمثل كأنه يحاربون المناورة هي وديء عدو وصديق والحرب. وهي دائما المناورة هي عبارة عن بروغة للحرب. هذا امر مهم جدا. فالمناورة عندما تكثر مناورات. هذا يعني ان الثرفين عند تهيارة هناك مناورة اكبر مناورة جاوية حيث الناس من حوالي شهر قطيب وسهر ويسر. اكبر مناورة تركية يكونوا خاصة طائرة في تاريخ حيث الناس. ماذا يعني? حيث الناس الآن يحضر الناس الى حرف كتالية على الطيران مع روسيا. او مع دول حليث الناس. لذلك كل هذه المناورات تكون بروغة لحظرة الحجاب مباشرة. عندما تكثر يعني كل ما تكثر المناورات. يعني هي رسائل اكثر للطرقين. ان كل طرق جاهد. يعني ماذا مناورات? اذا حصلت طرق احلي امريكا. نحن جاهزين في بحر امريكا. نحن جاهزين في بحر امريكا. نعم. بكين تقول. صحيح. بكين تقول ان هذه المناورات تهدف لزيادة التفاعب من القوات الصينية والروسية. وايضا تركز على كيفية الحفاظ على امن الممرات البحرية الاستراتيجية. الا ترى ان هذه المناورات بهذا الهدف الذي ذكرته الان من مصلحة الصين اكثر من مصلحة روسيا. لما في هذا المضيق مضيق تايوان من مشاكل استراتيجية هامة. وتلعب عليها ربما الولايات المتحدة والغرب. شو هي بكين تقول. ايضا تحدي امريكي وضعت في كل دولة عرصة وضعت عدد بيسيا. يعني الروسيا موجودة اوكرانيا وزورتيا ومالذاريا ومعض الدول ايضا تحدي ايضا. اه تسطين هناك تايوان. يعني كل دولة بيها تسرعودية هناك ايران. ايران اسرعودية. يعني عندما تنزع الخلافات لحتى تسطينية انتم هيدون. لذلك اصطين لديها مشتر جزيرة التايوان والدعم الامريكي غير محدود للتايوان. لذلك يبقى اصطين تنتظر الفرصة الزهدية ليه خباب على تايوان وضمها الاصطين مرة اخرى. هي تنتظر الفرصة الزهدية. لذلك كانت داعمة العملية العسكرية. يعني جيدا ان اخر زيار رئيس بوتن قبل بداية العملية العسكرية كانت تسطين. يعني كانت اولمزياد على حجة الأنذيات. ولكن انا في رأيه تاتي تسليق مباشر من الزعيمين. ورأينا زيار رئيس الطيني من روسيا عندما قالت النهاية لبوتن. هي فرصة لا تسلح دائما مرة ثلاث سنة. يبدأ بالقباط على الهاتف التحليق الامريكية ونزع هيمانتها في المنطقة. طيبة تسلح هيمانتها في المنطقة. عن طريق قضاء على التايمان. او انضم الدزاية في تايوان. لذلك الصين وصلحتها. يعادل سلطانات على الدزاية في تايوان حتى ليستها تجاريا. ولكن لما يسمى الزالث هي المنطقة المنطقة في المنطقة. لأن المنطقة المنطقة دائما تكون في منطقة كما تقول. تزمع فيها الديمقراطية وتسمحونها مصدر للتهديد ومصدر لجرع عدم زرع الفوضى في المنطقة. نرى القوات الأمريكية موجودة في عراق. لماذا لا حد المنطقة الآن موجودة في سوريا. حتى الآن الحياة حتى الآن الفوضى بقى. الآن موجودين في سعادية في تايوان. موجودين في أوكرانيا. موجودين في كل مكان. يعني لماذا يزودونهم؟ موجودهم هو عبارة عن أسطار. لذلك تحاول بشكل أشكى تستغلال فرصة تسلح لها للإقتباب عن تايوان حتى تسخره. يعني حتى عالم متعدد أسطار سعيدي كريم لا تستطيع أن ينتقل عن أي مدام ويات المتحدة الأمريكية لها هيمانية. يعني لا عالم متعدد أسطار. إذن حيبانت ويات المتحدة الأمريكية. طيب. طيب. دكتور محمود ما الذي يمكن أن تستفيده روسيا من هذه المناورات التي تركز فيما يبدو على القوات البحرية بأكثر من القوات لا الجوية ولا القوات البرية. مع العلم أن مساحة التنافس مساحة الصراع بين روسيا والغرب هي مساحة برية مشتركة بينهم أو بينهما في الحدود الأوكرانية أو حتى في الحدود البرية بين روسيا وبين حلف الناتو أو بين الدول الغربية. يعني ما الذي يمكن أن تستفيده روسيا من مناورات بحرية؟ تشيط كوة؟ أول معاً جيداً أن البحر موجود يعني في بحر البطيط هناك نعلم جيداً أن هناك يمكن أن تحضر مواجهة بحر البطيط وخصوصاً دول البطيط كثيرة موجودة في حلق الناتو. بالإضافة إلى بحر الأسود الموجود في تركيا على سبيل المسال وهي الدول الثانية في حلق الناتو. فعندما تحضر الصراعات بحر الأباسة في شرسة هذه الخوة لأنها تبقريت في التحليل الأمريكية. وحول فاتها استخدام بعض المواقع إلى هذه المنطقة. فهو عبارة كل ما زد في عرض الجبهة لشرفة القوات. هذا القادم العسكري. إذا كانت الاضطراع موجود في منطقة واحدة يمكن أن يحصله في بعض في وقت قليل. ولكن عند تعريض الجبهة واستخدام كل القوات أو استخدام كل ما يسمى الخدرات العسكري للتركين يمكن أن يصلح فرصة للآخر من التفاة. ذلك روسيا بطاحتها تذهب عن تسجيل القوات إلى بحر اليابان وبحر السفينش. نعم لكن الحديث عن بحر البنطيق أو البحر الأسود هي مناطق صغيرة ومساحات صغيرة مقارنة بالحدود البرية بين الغرب وروسيا. ولكن البواخر معدودة في رئيسة كثيرة يعني. البواخر من التنقيم الأسراطين المحرية إن كان ليات المتحدة الأمريكية أو الامريكانية أو رئيسيا هو عدد محدود يعني. فعليهم موجود في عن الكبير. ولكن تعريضه وتوزيه على عدد الجبهات يمكن أن يؤدي. روسيا ليها أسطور الشمالي في محر السفين. صحيح. في محر اليابان. هي موجودة. ولكن ليات المتحدة الأمريكية ليها بس فقط من مناوجة في هذه المنطقة. لكن هي أسطور بحر في هذه المنطقة. لذلك تتضطر بالإرسال. تتأخذ من أين القدرات. تتأخذها مناطق أخرى. بحر البطور في سوسيا. اللي على روسيا. على الحرف بحر البطور. هذا كل عبارة عن أوزيع. يعني استراتيجيات كريسية الكريسية تقربة سياسية. يجب أن تحضر السلام يجب أن تحضر للحرف. فدائما المناورات والاستراتيجيات تكبر في توزيع في تشفيذ قوات العدد. تشفيذ قوات العدد يعني بالنسبة لدولة الأخرى. هي السيطرة عليها والقضاء عليها في وقت أسرع أو في السهول. يعني يسرع أسهل بالقضاء عليها أو الانتصار عليها. لا أقول أنها سيتططر بسهولة. ولكن تشفيذ القوات نعلم جيدا. قدرات روسيا والصين مع الكريس تجهز بعدهم مع بعضهم. من الأسلحة التفوق لا ينقل ألف من أعتباحية. هذا أمر بهم جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الدكتور محمود الأفن الواحد في شوينة الروسية كنت معنا من موسكو. إلى تطورات الأوضاع في السودان. موسيقى 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 اندلت اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة أمدرمان. وشملت الاشتباكات مناطق العباسية والعرضة ومحيط الجامعة الاهلية وأمبدة جنوب ووسط أمدرمان. يأتي هذا فيما شهدت المدينة تحليقا للطيران مع سماع دوي انفجارات في منطقة الخرطوم بحرية. موسيقى 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 وتهديد الحي المهندسين إضافة إلى عدد من الأحياء التي تقع في قلب أم درمان أيضا يمتد هذه المواجهات أيضا منطقة البحر ومنطقة شرق النيل إلى جانب منطقة الخرطوم وتهديد منطقة العشراء وجمرة هذه المراصحية تشهد مواجهات عنيفة بين المنطقة الثانية بحسب شهود عيان هناك افترار أعداد من الدعم السريع إلى الأحياء التي تقع في جنوب الخرطوم أي تفرع إلى المباني وأيضا إلى الأحياء ويحتمونها في المنازل بحسب الأحياء حتى هذه اللحظات كما يبدو الأصوات الصوت محمد يبدو سيئا للغاية سنحاول التواصل معك مرة أخرى وفيما يبدو من هذه الصور يبدو أن هناك اشتباكات جارية كما قال زميلنا محمد إبراهيم مرسلنا في الخرطوم تحديدا في جنوب العاصمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هذه الاشتباكات تأتي بعد يومين فقط من مخرجات قمة دول الجوار السودانية طبعا التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة والتي أنتجت آلية وزارية للتباحة حول هذا الأمر وفيما يبدو أيضا أن هناك أخبار لحقة عن هذه المخرجات إذن محمد عاد إلينا مرة أخرى محمد لو تسمعوني الآن كنت تتحدث عن أن الاشتباكات لا تزال جارية لسيما من خلال الطائرات العسكرية أو الطائرات الحربية السودانية التابعة للجيش السوداني في مناطق جنوب الخرطوم نعم حتى هذه اللحظات الطيران ما زال مستمرا والانفجارات بالأسلحة التقديل في مواقع مختلفة ونشاهد هناك أيضا ألف نصدقان ترتبع في عدد من الأحياء وكما يبدو أن وسط الخرطوم الآن هي تشهد مواجهات عنيفة إلى جانب الآن منطقة العشر بحزر شهود عيان هناك تسلل من أفراد الدعم السريع الآن يتواجدون في منطقة الخرطوم وكذلك أيضا منطقة جبرى هذه الانطقة التي الآن نشهد مواجهات منذ أكثر من مواجهات هذه الصحة منطقة العمليات إلى جانب ذلك هناك تعزيزات في مواقع التقديل من جانب الجيش السوداني في واصف الخرطوم وكذلك أيضا الآن هناك اشتباكات في منطقة شرق المين لكن مع ذلك هناك انتكازات الآن تتبع للدعم السريع تتواجد أسفل كبري أو الجسر السوبة الذي يربط الخرطوم بشرق النيل إذن الأوضاع حتى هذه اللحظة ما تزال متصدرنا المواجهات وما تزال هناك أصوات للأحياء السخيلة والخريفة إضافة إلى جانب قطع ألف سنة سقان في مواقع مختلفة ما يبدو أن الجيش السوداني بدأ يعني التجيش أو إلى المداهمات الأحياء والقوات العمليات الخاصة التالية للجيش السوداني ما تزال تداهم المنازل التي يتواجد فيها أفراد الدعم السريع والجيش السوداني في عدة من البيانات تحدث عن أن هذه الخطة هي خطة الهجوم يعني الخطة السابقة هي كانت خطة الدفاع ولكن كما يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد مواجهات عنيفة ومطاردات عنيفة كما متابع اليوم الآن مطاردات في مواقع الخرط الجنوب وفي أيضا أمدرمان التي تشهد عمليات ومشيط واسعة في عدد سمير من أحياء أمدرمان إذن الأوضاع في مدن العاصمة المثلثة الآن مضطربة هناك أصوات للأسلحة السقيلة وهناك يعني مطاردات من جانب الجيش السوداني في جهة الدعم السريع وبحسب شهود عيان أن الفرار أعداد الدعم السريع هي حتى هذه اللحظات ما تزال مستمرة في عدد من أحياء الخرطوم وأيضا أو مدنها الثلاث شكرا جزيلا محمد إبراهيم ورسلنا من العاصمة السودانية الخرطوم رحبت الولايات المتحدة بمخرجات قمة جوار السودان والتي انعقدت في العاصمة المصرية وقال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتطلع للعمل مع الشركاء بجوار السودان لتأمين وصول المساعدات الإنسانية واستئناف الانتقال الديمقراطي في البلد الأفريقية إذن قراءة أوفى عن هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة السيد مجدد عبد العزيز الكاتب المحل السياسي السيد عبد العزيز بعد التحية إذن الولايات المتحدة كان لها رد فعل فيما يتعلق بمخرجات قمة دول جوار السودان والتي انعقدت في العاصمة المصرية وكانت هناك العديد من النقاط تحديدا ثمانية نقاط في هذه المخرجات ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لمساعدة السودان في هذا الظرف العصيب شكرا جزيلا تحية لك والتحية لمشاهدين قناة القاهرة الإخبارية عموما أعتقد أن هذا الترحيب أيضا يصد في خانة نجاح هذه القمة التي دعت لها مصر وعقدت بالقاهرة قمة دول جوار السودان الولايات المتحدة كانت لاعبا بأوجود متعددة في الملف السوداني منذ من قبل الحرب منذ أيام الأزمة السياسية الطاحنة وكذلك تدخلت بجانب المملكة العربية السعودية لمحاولة عقب بعض الهدن في السودان وكذلك كان لها دور أيضا في المبادلات الأفريقية ونقول الآن ما جرى في القاهرة هو تطور جيد ونجاح كبير لأنه تأسس على أسس موضوعية وأسس حقيقية وتوصيف حقيقي للقضية السودانية الآن ترحيب الولايات المتحدة بعد أن كانت تتدخل في الملف بأوجه متعددة بهذه المبادلات يعد حقيقة في صالح نجاح هذه القمة بصورة كبيرة الولايات المتحدة بالطبع قوة عظمى وقوة كبرى ومؤثرة في الواقع الإقليم والواقع السياسي حينما ترحب بهذه المبادرة وتبدي نيتها في التعاون مع هذه المبادرة تحقيق حينما قالت مع جيران السودان بقيادة مصر الشقيقة أعتقد ذلك سيكون جيدا وإيجابيا لتحقيق المخرجات التي خرجت بها قمة القاهرة وعلى رأسها الشأن الإنساني طيب الترحيب هو أمر محمود من قبل الولايات المتحدة لكن عمليا ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة تحديدا فيما يتعلق بالشأن الإنساني الولايات المتحدة لها تأثير كبير على المنظرات الدولية وكذلك هي تحوز على وكالة كبيرة وكالة العونة الأمريكية وهي مؤثرة جدا في العالم وفي المنطقة وللأسف الشيء طبعا حتى الآن لم نرى مساعدات في السودان إما للمواطنين أو للاجئين إلا من بعض الدول من قبلها مصر الدولة الجارة عبر مينابر سودان وبعض الحدود وبعض الدول العربية لكن عون إنسان دولي لم نجده حتى الآن بعد مروض ثلاثة أشهر من هذه الحرب نعمل أن يكون هناك اتصالات ستكون جيدة بين مصر والولايات المتحدة وبين الآلية التي ستحقد تحقيد جماعاتها في أنجمينة في الأيام المقبلة تواصل مع الولايات المتحدة حتى تسهم بالقدر المطلوب لأن الشأن الإنساني هو أحد استحقاقات الاستقرار في السودان وكذلك الدول جوار السودان تتحمل عبء كبير جدا لأن كل هذه الآثار هي التي تقع عليها واستقبلت أعداد كبيرة جدا من القادمين إليها مثل مصر التي استقبلت عشرات الآلاف بالمئات الآلاف من الذين قدموا إليها من السودان نتيجة هذه الحرب ربما يكون هذا الترحيب بداية تعاون جيد وتعاون إيجابي بين القمة وجمهورية نصر العربية مع الولايات المتحدة في الملف طيب يعني تقديرك للآلية التي أفرزتها هذه القمة الاجتماع الوزاري المفترض ربما أن ينعقد في تشاد وتأثير ذلك هناك على الأوضاع الميدانية في السودان أعتقد الآلية لو خرجت بترتيبات فنية متعلقة كما قالوا بوقف إطلاق نار قصير الأمد من أجل الترتيبات الإنسانية يمكن أن يتطور ذلك طبعا هذه المخرجات المتوقعة أيضا هي لا بد أن تكون واقعية لأن هناك كان تجد وسابقة في اتفاق جدة أن هناك شروط موضوعة لتحقيق هدف وقف إطلاق النار قصير الأمد وهو أن الحرب الآن أصبحت هي ضد المواطنين وضد البيوت وضد المستشفيات وضد المقار المدنية ومقار الكهرباء والمياه إذا هذه الآلية ونعتقد ذلك بواقعية نظرت إلى هذه القضية وطورت مثل هذه المحاور وجعلت هناك آليات للتواصل والاستطال والمراقبة والتابعة يمكن أن تنجح في وقت إطلاق نار قصير الأمد ويمكن أن تنجح في إخراج المليشي المتمردة من المضانع المدنية حتى يتحقق للمواطنين تلقي العلاج والحركة بحرية والعودة إلى منازلهم بعد ذلك يبدو أن على هذه القمة أيضا أعباء ومهام كبيرة مثل إطلاق حوار سياسي جامع لكل القوى السياسية وهذا يعني إجراء في تلّم الترتيبات حتى نصل إلى ما يسمى بوقف إطلاق نار شامل وهو يعني حل جذور كل المشكلات التي تحث على استخدام البندقية في العمل السياسي أقول إجمالا هناك تفاول كبير جدا بنجاح الآلية بعد أن رأى الناس نجاح القمة أن جمعت مصر ستة دول جوار السودان بدبلوماسية قوية وبمحددات حكيمة وواعية وناظرة ودارية ومدركة بالواقع السوداني كما عهدنا مصر دوما إذا كان الطرفان اتفق ورحب بشكل واضح بمخرجات هذه القمة لماذا لم ينعكس ذلك على الأرض يريد ذلك تحرُّكا الآن يريد ذلك تحرُّكا من الآلية ربما أنت تعرف تنزيل أي مخرجات تحتاج إلى الآليات وإلى تواصل وإلى الكزامات ثم إن أيضا هناك تعقيد في الواقع الميداني كما قلنا إذا كانت الحرب هي مواجهة عسكرية منظمة بين طرفين كما يقال كان ذلك سيكون سهلا إذا كانت هنا كل طرف لديه منظومته للقيادة والسيطرة يمكن أن ينزل تعليماته إلى القواعد وبذلك هذا الأمر هذا سيكون جيد لكن الآن المليشي المتمردة تحولت إلى أرخريل من العصابات والمجموعات المتقطعة الأوصال ولا تمتلك قيادة وسيطرة لذلك أعتقد أن المهمة لا أقول مستحيلة لكن هي ليس السهلة المهمة صعبة تحتاج إلى ترتبات فنية وإلى تواصل جيد حتى يتم تحقيق المطلوبات مطلوبات وقف إطلاق النار قصير الأمد وأعيد وأقول إن هذه المطلوبات متمثلة الآن بالدرجة الأولى في أن تخرج المليشي المتمردة من المظانة المدنية من المستشفيات ومبيوت الناس ومن ووقف عمليات قطع الطرق ووقف الانتهاكات الإنسانية وانتهاكات الحرب كل هذه الانتهاكات تأتي لأن ليس هناك الآن قيادة وسيطرة متماسكة للمليشي المتمردة تستطيع أن تتابع ذلك إذا تفرزعت هذه المليشية وأصبحت عصابات كل زعيم عصابة يقرر ما يريد إذا كان يريد ما يذهب إلى البقالات إذا كان يريد غزاء يكسر المخازن إذا كان يريد دقيق يكسر المخازن كذلك إذا فقد السيارات سيارات المواطنين الوضع الآن بجانب المليشية المتمردة أشبه بالفوضى أشبه بالفوضى ليست هي حرب منظمة ليس هو تحدي عسكري تواجه القوات المسلح مع المليشية المتمردة ولذلك نقول أن القوات المسلحة نفسها قد غيرت من تذكاتها وأدخل الخدرات الجديدة باستخدامها لمجموعات محدة محدودة من القوات المهم الخاصة والقوات الخاصة المتدربة على حرب المدن وإلى التخول للأزقة والشوارع حتى تطهر هذه المنازل وهذه الشوارع من مليشية الدعم السريع كل هذا لا بد أن يكون واضحا بالنسبة للآلية التي ستنعقص عن يمينها المبادرات كانت كثيرة منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذه الحرب في السودان سواء مبادرة أفريقية من خلال الإيجاد أو حتى عربية دولية من خلال الألية السعودية الأمريكية ما الذي يمكن أن تتفرد به المبادرة المصرية من خلال دول الجوار مبادرة المصرية أولا أولا جمعها لدول الجوار هذه هي الدول المتأثرة مباشرة بالحرب جمع مصر لها هذا كان هو النجاح الأساسي والكبير ثم إن بيان القيادة المصرية منذ الأول لإعلان هذه محدد محددات هذا ما فقدته كل المبادرات السابقة محددات واضحة وواقعية وحقيقية هي احترام سيادة السودان والعمل على المحافظة على المؤسسات السودانية واعتبار أن هذه المسألة مسألة داخلية بعض المبادرات أرادت أن توصف الأزمة بما يتيح لها التدخل بالطريقة التي تريدها أن تقول أن هذه حرب بين طرفين وهذه حرب حرب جمر علي وهذه الحرب معروفة أنها كانت تمرد من قوة عسكرية لذلك مثلا مبادرة إيكات أوغلت في التدخل في الشأن السوداني لدرجة أن بعض الزعماء دعوا إلى تدخل عسكري في السودان وهذا مسألة واضح بالسيادة الوطنية السودانية وتضليل في توصيف ما يجري في السودان بأنه حرب بين طرفين وتضليل بأن القيادة السودانية لا تسيطر على الوضع في البلاد لذلك وصفها بعض المراقبين وأقول بصراحة أن هذا المنبر كان مثل المقاولة والذين تحدثوا قد أوفوا فواتير هذه المقاولة وزادوا عليها حتى كما بالتبجح على السودان والقيادة السودانية اتفاقية جدة كان فيها فرص ذهبية إذا تم لأن طرفين التفاوض بالجيش والدعم السريع وصفوا جيدا الواقع واعترفوا بأن هناك وجود للمليشية المتمرجة بعد أن انتهت الهدف الحرب من الاشتراع والسرطة أصبح هناك وجود للمليشية المتمردة في المظانة المدنية وأن المليشية المتمردة أصبحت تستخدم المدنيين دروع بشرية هذا الواقع تم تحويله إلى بنود ووقعوا عليها ووقعوا على أن تخرج المليشية المتمردة من المظانة المدنية ومستشفيات ومبيوت الناس وأن توقف العدوان وأن توقف قطع الطريق حتى على الإمدادات الغذائية وصفية كما حدث لبعثة منظمة طباء بلا حدود هذه البنود لم تنفذ وأعتقد أن الوسطاء لم يستطيعوا متابعة أو إشاء آلية أو تحقيق هذه البنود فأنت كوسيط يجب عليك أن تكون مسؤولا عن تنفيذها لذلك لم تكن من هذه الوساطة إلا أن أخرج التقارير تتحدث فقط عن انتهاك للهدن من قبل الطرفين وكان واضحا أن الهدن في الفترة السابقة تستفيد منها مليشية تعمل سريع بمزيد من إعادة التموضع بمزيد من الدخول إلى بلد الناس بمزيد من السلب والنهب والسرقة ويعدى ذلك لما قلت أن الوضع فوضوي في طرف المليشية المتمردة الآن ما يميز هذه المبادرة المصرية بدأت على أسط واضحة شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيد مجدد العزيز الكاتب المحل السياسي كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة شكرا جزيلا بعد المدخلة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الساعة من القاهرة الإخبارية بعد قليل وعلى رأس الساعة نلتقيكم في نشرة إخبارية مفصلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة